الآن تنضم إلينا من عمان عبر خدمة سكايب جوليات تومان مدير الإقليمية للإعلان في مكتب يونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيدة جوليات أهلا بكي تم تسجيل وفاة طفل عمره ثلاث سنوات يوم أمس نتيجة البرد اليوم المسؤولون الأمميون يتحدثون عن 700 ألف نازح لمناطق في شمال غرب سوريا اليونسيف ما الذي يقدمه للأطفال النازحين في هذه الأزمة الكبيرة نعم للأسف الشديد هناك قرير تفيد بمقتل الأطفال تقريبا بشكل يومي في شمال غرب سوريا وإذا نظرنا إلى الإحصائيات في العام الماضي فأنا أكثر من 75% من الأطفال القتلة كانوا في محافظة إدلب تحديدا بحسب اليونسيف وهذه الأرقام التي تحققنا منها من خلال جهاز التحقق التي تشرف عليها اليونسيف ما نقوم بفعله على الأرض هو تقديم المساعدات للنازحين مثل مياه صالح الشرب اللقاحات ضد الأمراض القاتلة للأطفال تقديم ملابس دافئة للشتاء بذات الآن بسبب موجة البرد والعواصف التي تشتاح المنطقة وسوريا أيضا التقارير التي تتحدث الآن والواردة من مناطق شمال غرب سوريا تتحدث عن أحوال إنسانية صعبة للغاية هل هناك سيدة جوليات أي معوقات تحول دون وصول المساعدات من قبلكم أو من قبل أي جهة أخرى لأولئك المحتاجين إليها الوضع اليوم في شمال غرب سوريا كارثي هي مأساة إنسانية يدفع أغلاء الأطفال نتيجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تتفاقم يوما بعد يوم مما يعني أن هناك أكثر من 6500 طفل يضطرون للنزوح والفرار بشكل يومي مع العلم أن شمال غرب سوريا هي موطن لعدد من الأطفال الذين هم النازحين أصلا بسبب الحرب التي تدخل عامها العاشر في الشهر المقبل فالظروف المساوية للغاية هناك معيقات نعم طبعا لن نستطيع نحن كيونسف أو كتواقم إنسانية والطبية الوصول بأنفسنا لمحافظة إدلب لم نستطع الوصول لهذه المنطقة من سوريا منذ سنوات طويلة ولكننا نقدم المساعدات عبر الحدود نرسل الشاحنات شاحنات الإغاثة عبر الحدود وهناك طواقم طبية وإنسانية تعمل بشراكة مع اليونسف على الأرض لتقديم المساعدات للمحتاجين كل هذه المساعدات مهمة بطبيعة الحال هي موقذة للحياة يعني الوضع سيكون كارثي أكثر لو لم نستطع تقديم المساعدات ولكن هذه المساعدات لن تجلب الحل للأزمة في سوريا الحل هو حل سياسي حل ديبلوماسي وليس عسكري وليس بالفعل إنساني طيب إلى جانب هذه المعاوقات التي ذكرتها سيدة جوليات هناك أيضا تصعيد على الأرض لا شك أنكم تراقبونه عسكري يتحدث عن تصعيد عسكري هناك مقتل جنود أتراك ومدنيين وأيضا سوريين هذا التصعيد العسكري هل هناك خشية أنه يطال أولئك الذين فروا إلى مناطق يعتقدون بأنها أكثر أمنا طبع أي تصعيد عسكري أي تصعيد في القتال يدفع ثمنه الأطفال أولا والمدنيين طبعا والعائلات يعني نزوح العشرات ألاف مئات ألاف الناس منذ شهر ديسمبر الماضي هو بتبع الحال رقم مهول وهو اندل على شيء يدل على الأثر الإنساني الوخيم التي تتركه العملية العسكرية وتصعيد القتال في هذه المنطقة من سوريا ولكن اليوم القصة هي إدلب وهي شمال غرب سوريا دعونا لا ننسى أن هناك خمس مليون طفل في كافة أنحاء سوريا أينما كانوا هم أيضا بحاجة لمساعدات إنسانية وهناك حاجة لتشديد الدعم الإنساني هناك حاجة لتكثيف الجهود الجهود السياسية التي تعني الجهود الدبلوماسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل وضع حد لهذه الحرب الضروث الحرب التي دفع ثمنها الأطفال والأطفال هم الخسرون الأكبر في هذه الحرب أنا الأوان أن تتوقف هذه الحرب هل هناك سيدة جوليات أي خطط بديلة إذا ما استمرت هذه الحرب وهذا التصعيد نحن نتحدث عن تصعيد تشهده الأرض الآن في تلك المناطق المنظمات الإنسانية اليونسيف منها هل وضعت أي خطط بديلة لإحتواء هذه الأزمات المتفاقمة خصوصا فيما يتعلق بالأطفال نعم بالنسبة لنا في اليونسيف اليونسيف نكثف الجهود الجهود الإنسانية من أجل توصيل المساعدات لأولئك الأشخاص المحتاجين على الأرض في منطقة شمال سوريا كافة وفي إدلب خاصة وهذه هي الخطط تكثيف الجهود أكثر فأكثر من أجل توصيل المساعدات الإنسانية هذا واجب إنساني يعني يقف على عاطقنا كمنظمة إنسانية تعني بيئة الأطفال وبشؤون الطفولة وهو نقطة في بحر في الواقع يعني هو ما نستطيع تقديمه من أجل صد رمق الحاجة الحاجة التي تزداد دقيقة بعد دقيقة في الواقع في شمال سوريا هل يمكن إجمال أبرز الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها النازحون خاصة من الأطفال الآن؟ بداية وقبل كل شيء يحتاج الأطفال للحماية وللأمان والأمن يعني من هنا نناشد أطراف النزاع كافة عدم استهداف الأطفال عدم قتل الأطفال وعدم استهداف منازل الأطفال أو المدارس أو المشافي أو العيادات يعني هذه هي الحاجة القصوى والإضافة طبعا إلى الاحتياجات مثل الغذاء والشراب المياه الصالحة للشرب اللقاحات والمأوى الكثير من العائلات تضطر للجوء في المناطق العامة مثل الحضائق أو الشوارع فهي مجموعة بالفعل من الاحتياجات الإنسانية الملحة شكرا جزيلا لك من عمان جوليات تومى المديرة الإقليمية للإعلان في مكتب يونسف شرق الأوسط وشمال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر